موسيقى موسيقى ازايكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في الحلقة الاولى من بودكاست الستوديو معاكم عبدالحاميد زين وبكر ومهندسين معماريين ازايك بكر الاقبار كله بايز ازايك حايد انا انا امام زايل فوت انت متحمس لأول الحلقة؟ جدا التوبيك مختلف وحاجة يمكن من التوبيك اللي احنا اعتقد احنا يعني احنا نتكلم عن جيني جانج والليكتشر اللي قدمتها في الاي سي فدي من المعماريين يعني حقيقة اللي احنا دايما بنتطلع على المشاريع بتاعتها الافكار المختلفة فكان طبعا ايفنت لطيف ايفنت فيه كلام كتير نقدر نقوله يعني اليفنت اللي بيكلم عليه بكره ايفنت اسمه اركتكتشر ليه كان الفيرجن التانية منه اتعمل منه فيرجن ابل كده كانوا جابوا فيها برضه مجموعة من المعماريين المصريين و جابوا معمارية اسمها مريانا شغالة فكانش بتشتغل فزاق حديد اركتكتز ومراضي برضه نفس النظام جابوا مجموعة من المعماريين والناس المؤثرين في السوشال ميديا في المجال العمارة و جابوا الهتوك سبيكر كان جيني جانج زي ما بكر قال مؤسسة تاعت ستوديو جانج في شيكاجو و في نيويورك و في عدة اماكن تانية حول العالم و اللي هي طبعا مشايرها مهمة جدا و هي من الاورد وينج اركتكتز يعني انت شايف يا بكر شايف النقطة من الايفنس ايه هميته في الكميونيتي المعماري و اهميته لنا كمعماريين و حتى للطلاب و الفيش جادي بيتس و كده مهمة جدا مهمة جدا لحييل فئات مختلفة مش بس للاركتكتز على قد ما هو يمكن احنا بشكل خاص من المعماريات اللي بتربط مش بس الاركتكتش يعني بتربط حاجات كتير جدا بتربط الاربن ديزاين والانتيرير بتفكر في الموضوع بشكل بشكل عام مش بس كم مبنى فكان ده مهم جدا لمجالات مختلفة مش بس الاركتكتش و ده فعلا شفناه في ايفنت زي ده احنا بنشوف مجالات حتى مختلفة ناس ناس سيفل انجينيرز فاحنا بنتكلم على حيز واسع جدا فالناس تقدر تيجي وتتناقش وتحاول تتعلم لان المباني بتاعها كانت فعلا مختلفة مختلفة الجاني دايما بتعملها كان فيها مختلفة فكان مهم جدا جدا ان ان يعني انا انا على نفسي طبعا برجح اللي زي كده الناس دي فعلا بتحط افكار مختلفة للاركتكتشر و الاربن ديزاين مهم جدا جدا ان مش بس المعماريين لأ كل المجالات وخاصة طبعا الطلبة ان هم يقدروا يسمعوا طبعا افكار مختلفة زي دي بتكسب الطلبة بالذات يعني كم واسع جدا من المعرفة تمام جميل جدا طيب احنا سريعا كده الاجندة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم عن مجموعة احنا مش هنتكلم عن المشاريع بشكل محدد قد ما احنا هنذكر الافكار اللي فيها وهن نعمل زي المشروع في مجموعة الافكار اللي احنا هنناقشها بحيث ان لو حد حابب يطلع اكتر ويب سايدس والمشاريع اللي هتهم منتشرة برضو على الويب سايدس المعاملية المعروفة فاحنا يعني ما عندنا مجموعة من الافكار اللي هنناقشها واللي مطروحها في كذا المشروع هي حتى قلتهم في المحاضرة فعندنا مثلا هنبدأ باول فكرة اول مشروع كلمت عنه اللي هو توم لي بورك اول حاجة عرفت في نظرنا في المشروع كده انه حاجة كان عندنا زي جزء هو اصلا كان زي باك كيارد للمصانع و للوركشوب في شيكاجو وكان قدام افوض انه هو على نهر زي ووتر فرونت بس ميش مستخدم كووتر فرونت بمعنى المعروف او كبابليك سبيس او كده هو كان جزء جزء ملوث جدا ومهمل ويعتبر زي للمصانع فطبعا فيه مخلفات كتير وفيه ملوثات كتير وكان مكان الناس بتنفر منه ما هيش بتحبت تقعد هناك ولا تروح هناك يعني تقعد جنب البحيرة او كده بالزبط يعني اه قولي بكرة ايه لأكثر عاجلة انا يمكن طبعا تكملة اه للكلام عبد الحميد هو فكرة اه ازاي انا اقدر اه مش بس احافظ او اقرب او اخلي او الناس نفسها هو بين او او اللي انا بعملها كم عمالة لا ده انا كمان بفكر في حاجات مختلفة يمكن المشروع ده كان من الحاجات المميزة فيه جدا هو اه ازاي انا اربط كمان المكان نفسه اه واحاول اشوف ايه المشاكل اللي فيه حاجة زي المصانع اللي كانت موجودة كانت مش بس ان هي بتعزل الانسان عن النقر وعن الموجودة في المدينة لها قريب من حق الانسان هو يبقى باكبر شكل ممكن اه اه فيها لكن السايكل كلها بتاعة يعني فاكر ان انا يبقى فيه مصانع في المخلفات في النهر ويمكن ده حاجة ريليتل جدا للحاجات احنا بنشوفها حوالينا المصائل اللي موجودة على البحر المصائل اللي موجودة على النهر على النهر وكل دي حاجات احنا زي ما بقولها هي معبارة عن سايكل في الاخر احنا بنتضرر منها بشكل ما مش بس فاكرة لكن على قد ما كمان بفكر فكرة وده برضو بيبدي مجموعة افكار ما عشان تتفق معي في دي ولا بس لما انا كمعماري ابدأ افكر في حاجة زي كده فلا دي حاجة المفروض ياخدها بشكل اه 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 اوسع انا بحط فكرة معينة اه بقول ان المكان ده فعلا لو انا غيرته عملته مكان مكان فرينجلي للناس اللي موابودين هناك عشان احق اطبع نسبة البيئة منها بتقدر تكون متنفس متنفس للناس ده بيدي زي سبوت كده سبوت لايت ان هو يبدأوا يفكروا بشكل اوسع فانا مش بس عملت مجموعة افكار اه هو امفلونس كبير جدا يعني تمام اه يمكن من من اهم الحاجات طبعا اللي اتعملت اه او اللي ظاهرت بعد المشروع ده مقترح يعني ان الناس بدأت تشارك في العملية التصميمية وان هما المكتب طبعا عمل مجموعة من الوركشوب وقابل كوميونيتي ليدرز وقابل الناس وعرف احتياجاتهم اه بحيث ان هو المشروع اعتقد لسه قائد قائد الانشاء لسه بيتنفيزه طبعا هيبان الافكتس والافكار اللي احنا كان فيها ده قدام بعد ما يتنفس بس طبعا الرياكشنز كلها ايجابية عن المشروع في المنطقة هناك اه وقد ايه الموضوع ده هيفرق جدا في مع الحياة السكان المحليين اللي عايشين هناك يا انش يمكن يمكن ازود على النقطة دي عبد الحميد ان الموضوع كمان مش بس ان انا بخلي الناس بسأل الناس بعرف قراءهم على المكان اللي هما محتاجينها فعلا في المدينة على قدم انا خليت كل الفئات بقى يعني انا مش بتكلم عن الناس الكبيرة الناس بشكل عام انا كمان خليت الاطفال خليت الفئات المختلفة تعرف انا ان هو اه انا بقى انجج كل فئات المجتمع اه كل الاعمار اللي هستخدم ده معها فبدأت خلي الاطفال كمان يبدأوا يرسبوا يحطوا افكارهم لإيه اللي هما فعلا محتاجينه فدي ودينا النقطة كويسة جدا اه وهي فكرة ان المعماري مش بس بيعمل اللي في دماغه او مش بس بيعمل اللي هو عشاء لازم يخلي الكميونيتي لازم يخلي الانسان اللي انا حتميله يبقى جزء مهم جدا من الحاجة اللي بتتبنى سواء البيندينج او الكميونيتي عشان ينجد جمعها الحاجة ويحس ان هو فعلا عملها بافكار ومش بس بافكار المعماري ودي نقطة اعتقد مهمة جدا جدا. بالضبط الزبط عكسة اللي كان بيحصل زمان كانت حاجة بسموته ده وانا القرارات بتطلع من من فوق كده لتحت بتنزل على الناس من غير ما تاخد رأيهم وده بيبقى ليه مش احسن حاجة يعني بيبقى ليه اثار سلبية طبعا ومش دايما بي بيمادش الاحتجاب بتاعت الناس دايما بيبقى فيها حاجة نقصة او حاجة زيادة او كده هتا برضو من الحاجات الحلوة اللي عجبتني في المشروع ده كفكرة اخيرة ممكن اتكلم عنها هي المشروع بتاع البارك ده متوفر على على صفحة المشروع يعني بس لو حبيته تبص عليها هتحس ادي ايه هو المعماري او مصمم رأى فكرة انه ما حصلش ايه انترابشن للفيوز اه على النهر على البحيرة اه بحيث انه هو ماشى في سكشن متدرج من من منسوب قوين نهر بالزاب 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 بحيث الانسان فعلا يبقى انتراكتد مع النهر من اي حتة من اي حتة او فعلا اه هو دي حاجة بتاعته يعني فعلا النهر ده هو جزء منه جزء من المدينة من الممرز للمدينة فأنا منفعش احرم الهيومن من اه حاجة زي النهر حاجة مهمة جدا هو عاش وتربى بعاه فدي حاجة طبعا بتزود الكونيكشن ما بين الناس وبين المدينة وبين المكان والانتماء ويمكن مصلاحات كتير يمكن ممكن اه ممكن نتكلم عليها في النقطة ديها بالزبط بالزبط اه فده كان نوضع جدا في سكشن المشروع من كذا مكان كان عادين سكشن من كذا مكان في حاجة تعانية كان فكرة الهيومن سكيل اللي حيبصل المشروع الى ان المشروع كقطعة او واخد نساحة كبيرة يعني على طول النار ففي جزء كان هم عاملينه زي بيسمينه ويعني عبارة عن مظلة كده يعني زي تحت مظلة كده معينة فالمظلة دي بيتوفر برضه يعني نوع من انواق الهيومن سكين في مكان مفتوح وهي مش مش انكلوزد يا سيمي انكلوزد فبتحسسك ان انت انت ستيل في المكان المفتوح بس في حاجة ممكن يتم فيها عمل اكتيفيتي معينة مختلفة تحت المظلة دي سواء بقى ثياتر سواء بيرفورمانس فردية الناس او ناس مثلا هيعملوا هيعملوا اسواق معينة في ايام الاعيادة والعطلات وكده فبرضو بيوفر اكتيفيتيز مختلفة يا مش بس انت بتمشي في جنينا مفتوحة وخلاص كلها شباباعد لانت عندك اكتيفيتيز لعمار مختلفة بحيث ان انت تقدر تستير المكان ده الناس نفسها تقدر تستير المكان ده لان هو اللي هنيت فيه او اللي همصلحة فيه زي ما بيقولت مش مجرد بس جنينا وخلاص انا ده انا بقدر اروح اعمل بيرفورمانس اوصل للناس ابيع للناس يعني او مكان وصوله مكان ادراكشن فورس بالزبط فده يخلي الناس فيه اني دي ارتباط مع المكان بس مش عشان مجرد هو مكان جنينا او مكان حل اني طبعا دي مهمة جدا بس في كده ان انت ليك كمان فانكشن بتشدك ان انت تروح هناك ممكن تعمل اكتيفيتي معينة فده طبعا من اجزاء دايما اننا نتكلمها في المباني وفي الاركتريك ان انت تخلي الناس هي تحب وتبقى للمكان بداعك سواء مبنى او ببليك سبيس حيث ان هي تحافز عليه وتصينه اصلا لان هي ليها في المكان ده بس انت عندك اي اضافة تلك لا انا اعتقد دي ايدياز على المشروع ده احنا ممكن ننتقل لفكرة تانية واحنا يمكن بنتكلم اكتر عن الافكار اكتر انا بنتكلم على زي ما عبد الحميد قال لان حقيقة كانت الحاجة المهمة قوي ان هي مش بتتكلم على على قد ما هي بتتكلم عن فكرة فكرة معينة سواء الفكرة دي كانت حاجة ليه علاقة حاجة ليه علاقة ليه علاقة بالكوميونيتي فكانت بتتكلم على على افجار على ثوتس بعد كده في العاشر خالص ممكن بقى تقول ازاي ده على المبنى بشكل ما ممكن ننتقل الفكرة تانية يمكن في مبنى طبعا هو يعتبر زي برج مش عاني يعتبر مثلا او حاجة وهو يعتبر بزد فالفكرة المطروحة في المشروع ده هي حلوة جدا هي حتى عالتها في محاضرة وهو داخل في مشروع ليك حواليك كونتكست معانا وحاليك كونسترينز معانا الكنسترين الرئيسي اللي كان مطروح في المشروع ده او اللي كان محدد حواليك هو الهاي لاين بارك وسانيا هي الانفيرو انت بشكل عنه الهاي لاين بارك هي ممتدة في منهاتن في نيويورك على طول الهدسن الهدسن ريفر نهر هدسن وكان مفروض انه يتقاطع مع موقع المشروع ده المشروع ده يعني يعتبر على الهدسن ريفر وعلى الهاي لاين بارك ازاي انا احافظ على البارك دي كمكان مفتوح مفتوح متنفس للناس برضو زي ما اتكلمنا في النقطة ديك ازاي في نفس الوقت انا بابني جنبه اعتبر بورج او زي مبنى مرتفع شوية فهم فكروا في نقطة يعني الصون اكسبوجر او انهنا نوصل اكبر قدر من الشمس ما نمنعش الشمس عن البارك اللي معدية عندنا في السايت اه وازاي المبنى اتشكل كجيومتري من خلال الصون ريز او او اتجاهات زواية الشمس اه يعني انت ايه الطائرة اكبر في الفكرة دي بشكل عام انا انا بوجهة نظر يمكن الفكرة الرئيسية يمكن اللي كانت اه اتبالوارد او في المبنى ده هو فكرة ربط المبنى او ربط الانفيرومنت مع الاربن اه فابريك الحالي المبنى من خلال المبنى المبنى بقى نقطة قوة او نقطة اضافة للمكان مجاش اه اه بتقال اه ده طاور وباي ذوي الارض اصلا كبيرة والطاور واخد يمكن اعلى من تلت المساحة الارض فده يدللك قد ايه المعماري اجتهد وفكر قد ايه هو اتاور بس في نفس الوقت ما يقصرش بالسلب على الاماكن اللي حواليه ما يقصرش بالسلب ان هو مايرميش شمس بشكل ما على البارك هو فكر كمان في الكنتكست هي دي فكرة بقى ان احنا ازاي نربط الاركتكتشر او نربط المبنى بتاعنا بالكنتكست يبقى نقطة قوة ويبقى مور كونكتد وانتراكتد مع العمران او الفراغ المعماري او العمراني اللي حواليه فدي كانت النقطة يمكن الرئيسية اللي موجودة اه برضو قدام المبنى ازاي ايه ده متنفس للمبنى كبير نخيل انه خلى فيه بلازة كبيرة جدا قدام المبنى الناس تقدر تكونكتة حتى من بره ما تحش ان المبنى اه هو اتاور مبنى ادوار كتيرة بس في نفس الوقت الناس ما حسيتش فعلا ان المبنى ده اه المبنى ده اه عن الفرق غير من من طبيعة المكان شكل المكان بالعكس هو ضاف حاجة فوية ضاف حاجة لل شكلها مختلف وفي نفس الوقت ضاف كمان اه اه جديدة فبصراحة من المشاريع اللي كانت فكرتها فكرتها قوية جدا اه برضو خارج نطاق الاركتكتر اه زي ما قلتلك ان فكرة كلها اعتقد هي كان حتى كل افكارها يا عبد الحميد ايه اتكلم على كوميونيتي اكتر من اي حاجة ازاي ان انا ببني للانسان مش بس اه الموضوع اه الموضوع اه حطان فراغات اه انا بحشر برو جرامت اللي عادي اذكر كل الناس اللي هتستخدمه والجران اللي حواليه اه بس يعني فدي دي دي نقطة الكور الكور باليو اللي طلع منه المشروع ده وكنقطة برضو يعني طلعت زي ما بيقولك كاثار جانبية للنوع ده من الابروتش في الديزاين بروسس يعني الابروتش ده في الديزاين بروسس بقول يعني او دي حاجة انا بحبها جدا ان انا برحب انا برحب بكل المحددات اللي عندي وكل اللي عندي في السايت انا مش يعني انا كمعماري مثلا ان انا كعبد الحميد ما بحبش اه ما بقولش ان انا نبداقي لو انا عندي كتير في السايت لا دي حاجة كويسة جدا بتطلع اصلا اركتكتر كويسة جدا انت حتى لو لاحظت والناس لو بصت على المشروع هتلاحظ ادي ايه الفساد والشكل الجيومتري بتاع المبنى اصلا ازاي تحدد من الكنسترينز اللي احنا كلمنا فيها زي وموضوع وكده ده هو اصلا عمل اللي في الوجهة ده طلع من المحددات اصلا يعني هو ده مش زي ما عادتوني او ما عادتش عملت واجهة حلوة خلاص مناسبة وخلاص للمشروع ومناسبة للفراغات الورائعة يا فكرت ان هي عندها مجموعة وطبعا ده ده بيودينا فكرة العملت جدا يعني قبل ما وصل اصلا بالديزايل لان في ناس كتير قوي بتبدأ من البروجرام واتكمل وده مش شيء اه بيمكن اصح حاجة لانها لازم نفعش مع كل الكيس يعني فقد هي الموضوع كله عبارة عن اه بوزل او عبارة عن حاجات وانا في الاخر جمعتها مع بعض عشان فعلا الموضوع ما فيه هاروني بقى فيه اه ما بين الحياة وبعضها ما بين والفراغ العمراني وما بين وما بين البارك وما بين الكونتكست فحاجات كتير جدا بصراحة اه اه كانت افكار اه نقدر نستشف منها حاجات كتير قوي من اه المبنى اه ده المشروع اللي معنا دلوقتي يمكن اه فيستا تاور في اه تشيكاجو وده يمكن من المشاريع المميزة اللي كان اه يمكن المبنى او الارض نفسها كانت بتقع ما بين النهر وما بين كمان بارك كبيرة او بقية المدينة فازاي المبنى ده ما يقطعش العلاقة ما بين المهمين جدا بقى طالع كده زي حاجة في النص حاجة ما بين بقية البارك لان هي بارك مبتد دورة اه ده بي تحت طبعا سؤال مهم جدا اه انا ازاي اربط طبعا ما بين البارك وبين النار فكانت الفكرة الرؤسية يمكن المين ايديا حوالي المبنى ده ان انا اعمل اربع البيلدينج اللي في النص مرفوع يبقى فيه زي بساج الناس تقدر تعال دي الناس تقدر تتواصل ما بين البارك دي وبين النهر فكان دي الايديا العامة ان هو المبنى نفسه ما فصلش المنطقتين دول عن بعض على عد ما هو كان الناس تستخدمه تستخدم الجزء المرفوع ده او الجزء اللي من تحته يقدروا يعدوا منه يقدروا يعملوا اكتيفتيز بالاضافة طبعا لان اعتقد دي تعتقد معاه فيها ان هو عمل انفلونس كبير جدا بالضبط اكيد ان انت فاكرة ان انت مش حاسس ان انت تقطعت اعرف انت وانت ماشي دايما في الشارع في اماكن كده ولو رحت القاهرة كتير هتلاقي فيه في الشوارع العريضة اه مسلا في رمسيس اغف حاجة هتلاقي فيه دايما حاجة حديد كده حاطينه في نص الشارع يا حقيقة وانت وانت او ما بيش اشارة نجور اه اقرب كبري مشانك بايت جدا اه فانت بتعدي زي بايت انفاس حيس اعدي من نصف الشارع بتضطر تمشي اه اقرب اقرب اوبنينج في المحلي اه اي اما نوت عليها بقى ياما اه ياما ننزل من تحتها فعالت ندوم شنطر روت بارس او فبقى فعلا الموضوع صعب يعني هذا انت تحسه طبعية انت انت اقرب مش حاسس انه بس ربك انا انا كده مش مش بخلي الموضوع اام اهام في الموقت دي بخلي الموضوع صعب فعلا الانسان هو يصل للمكان اللي عايزه ويبقى فيه وفيه حرية في الحركة. حاجات فعلا بسيطة يعني ممكن الفكرة زي اللي زي دي تطبقها على حاجات حولينا. هنلاقي فعلا ان هي بترفلكت شكل كبير جدا يعني. بالضبط بالضبط. اه ولو كللنا على الفسادة او هتلاقي الموضوع فيه النوع من انواع برضو مش هو مش هونيفورم هو زي ما تقول عامل موجة من من طبعا لان ده ميكسي ديوز والاجزاء اللي فوق كلها اغلبها مكاتب وماكن سبيسيز مفتوحة لأوبن فلور اريان. فمعمولة كلها الفساد معمولة كلها كرتن ووت. بس معمولة من ناحية الانفيرومنتل برفورمنس يعني او السيرمال جين والحاجات المتعلقة بالانفيرومنتل اناليسي ذي. فكرة انه هو عمل الفساد بشكل معين. اه مش بشكل موجة كده. فيه اجزاء منه وبتعمل على الاجزاء اللي تحتيها. وطبعا في اجزاء تبقى اكتر من اجزاء تانية للشمس. فالاجزاء ده عشان يعمل برضو لالتكلفة. وعشان يزبط موضوع التكلفة. مش كل حاجة اه مش كل حاجة تبقى هايك برفورمنس اه كل حاجة تبقى اجمال حاجة في الدنيا. وانا مش محتاجها. فالاجزاء اللي هي شي ديو. طبعا اتعمل الاناليسيز للكلام ده. فالاجزاء اللي هي اكسبوزد بشكل اطول. لفترات اطول للشمس. اتعمل هاي برفورمنس كورتن وولن جلاس. فور كورتن وولن. والاجزاء اللي هي معرضة لأقل الاجزاء اقل للشمس. نزلت شوية في البرفورمنس بتاعها بالنسبة للعزل الحراري لاشعات الشمس او الشمس. ففاكرة ان انت تعمل برضو للتكلفة للماتيريال اللي انت بتستخدمها في مشاريع زي دي مشاريع اللي هي اصلا اصلا تجارية في المقام الاول. بغض النظر طبعا عن المجتمع اللي احنا كلمنا فيه بس هو شكل اساسي ده الغرض منه كوميرشل. فانت زي تعمل دي حاجة مهمة جدا. تاني حاجة الكلام ده كله الدرس باوضر بتاعها وازاي الابروتش بتاع الستراكشل دي زاين تم فكرة ان انت بابع عندك احنا مع عارفين طبعا ان الوفيس بيلدنجز الطويلة والتاورز اللي في في امريكا وفي وفي الاماكن اللي شبه كده بتبقى عبارة عن كور وشيل بتبقى في كور في النص هو اللي شايل الادوار كلها وبيبقى فيه شيل او البيلدنجز كن ان احنا كلمنا عنه. فازاي انا اعمل ادفع المبنى من تحت زي ما كلمنا في الاول ازاي ادفع المبنى خلال الناس عدي من تحت انا عندي كور في نص المبنى. مفوض انه شايل كل حاجة. اه ومن كور ده طبعا لازم يوصل للارض. ففكرة ان عشان انا قسمت المبنى لاربع اجزاء زي ما انت قلت. اه لاربع ارتفاعات مختلفة. فانا اه ما عملت انتر كونيكشن او ان انا اعملت ترابط ما بين الاجزاء دي. اجزاء وفاصله بس اعملت بينها ترابط. بحيث ان انا الجزء اللي في النص احرره. الجزء في النص اللي انا سحب عبدالي انت حتيك. احرره من الكور بتاعه. واحط الكورز على البرجين التوز اللي على يمينه وشواله. اه وبحيث ان انا او انفز الفكرة المعمرية وفكرة الاربن اللي انا حطيتها في حطيتها في المشروع. اه بس ان انا اه يعني اضوع الموضوع برضو من النقطة المهمة جدا. وانت ايه يعني? بضبط المبنى بيرفلكت على اللي انا محتاجها. في الاول انا بعمل في الاول انا بدور اه انا محتاج ايه? المبنى ده محتاج ايه? وعلى اساسه الفورم الاركتكتر بترفلكت على طبعا. اه. فهي كلها اه مجموعة اه مجموعة اه مجموعة طبعا بتتحط مع بعضها بشكل ما اتباعا طبعا للافكار او اللي انا بقعه لك. اه في البداية. اه الطاور التاني اه يمكن اللي احنا بنتكلم عليه هو هو يمكن اه طاور كان المين ايديا فيه احنا لو شفنا طبعا الطاور ده. فحنلاقي ان هو اه الفسادز بتاعته يعني قوي. اه عبارة عن اه زي كيرفز كده. بتمثل شكل معين في الفساد. اه الفطوات كلها ارجانيك كانت الفكرة الروسية ازاي انا اخلي في الطاور ده اه فيه ما بين الناس وبعضها. الطاور ده في عبارة عن احدات سكنية. اه فكان ازاي ان انا خلي الكل شخص موجود احنا طبعا عرفين لو هي مجموعة ادوار فوق بعدها خلاص انا مني للمدينة خلاص. متكاررة اه اللي تحتك كزي. خلاص بقى يعني. بالزبط متكاررة جدا. فكانت الفكرة ان انا ما بحسش ان انا فعلا زي ما بقول كده انا في السماء مع نفسي وخلاصة لوحي. انا مفيش مفيش اي اي يعني يمكن يمكن ممكن نقرب ده شوية المشاريع عملها بيج. اللي كان دايما فيها فكرة الحاجات او بالزبط او الكلام ده بتلاقي دايما فيه ما بين الناس وبعضها الناس فعلا شايفة بعض. حتى لو فيه زي بيبقى طريق معين بيربط دي او دي مع بعضها بحيث الناس تقدر تتقابل مع بعض. فقدي ايه حتى لو ده ما حصلش ان انا عارف سجاري او عارف اه الشخص اللي ساكنين بس على ايه ده بيساهم. على اللي لا وده كمان انا عبدالله. على مكرا فيه ناس فعلا بتعيش في عمارات اللي عمارات الطويلة. طبعا. طبعا. ممكن ما يعرفش يعني ممكن يتابلوا كده في اي مكان يقول له نساكن. طبعا. عمارات فنانية او في البورج فنانية ولا نساكن في رفس البورج. عمره ما شافه بعض الاثنين مثلا او يعني الفترات طويلة. لان هم بيابلوا بعض بايه يعني بيابلوا بعض ده ممكن فلاصة يتابلوا مرة كل كم شارك. ويشوفوا ويفتكروه حاجة 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 زي دي فقلم يعني احنا ممكن ما نحسعاش قوي بس دي ممكن بتبقى آآ نقطة الناس تقدر تعرف بيها بعض يعني مسلا حد آآ حصل مسلا ما بينه فخلاص هو عرفه فنبدأ مسلا يتقابلوا يبدأوا يتعليموا قولي ده بسبب حاجة بسيطة جدا المعماري حاول يفكر فيها بشكل مختلف فبقى الالتاور هنا مش بس ان انا بعمله آآ كشكل وان انا بفكر في بتاع المدينة وان انا بفكر ان هو يبقى كفيتشار ازاي استغل الفورم ازاي استغل البندنج ازاي استغل الاليمنت والفكرة والكونسبت اللي انا بحققهم ان هو يحقق نيد انا عايزها فعلا آآ نيد تقدر تعمل آآ فرق معينة على ذكر النيد آآ احنا فعلا انا رأي بكرا ان انا فعلا محتاجين الموضوع ده موضوع الانتراكشن دلوقتي انا ممكن احط يخش يقول لك طب انا مش عايز اتعمل مع كداني انا مش عايز اشوفوه هو هو يشوفني يعني انا بالنتبال راجل المسلا ان بحب برايفسي او بقى بقدر برايفسي بشكل عالي آآ بس يعني برضو دي حاجة مفاوضة ان احنا اطرحها كمجتمع بقى في مصر وبرا فكرة ان قد ايه التكنولوجيا قد ايه الدنيا عزلتنا عن بعض آآ بقى كله قاعد ماسك ماسك موبايله ده انت حتى نعم تطلب دليفري يعني راجل ممكن ان تكلمش معاك يعني انت تطلب دليفري راجل بسيبك الحاجة على الباب وانت دفعت بسان بن فيزا وخدت الحاجة ده جابت ان اوبر كم مرة جابت ان اوبر راجل اصلا ما بيحكيش من انت اصلا بيبقى لوحد مننا مش عايز يحكي تقريبا عايز احكي انت 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 التكنولوجيا خدتنا بقى لنا سنين واخدانا في حتة ان احنا ما بقى لاش بتتعامل مع بعض بشكل كافي وبقى ده ان تبعانه ان احنا قلبنا مش على الباطل وقلبنا مش على الاماكن ازل احنا بروح عن الرابط فعلا الرابط خفصت بسبب بسبب حاجات زي كده بس في نفس الوقت طبعا احنا احنا بنتكلم ان كل بيئة وكل الثقافة طبعا ليه طبعا انها متطلبات بتاعتها بس الفكرة طبعا من الفكرة ممكن تعمم الفكرة ممكن تعمم وممكن تطبق معمريا بشكل لائم بشكل لائم الثقافة اللي انا بتكلم ان انا محتاج الحاجة دي فيها ومحتاج ان انا اعمل الشكل ده من ما بين الناس فيه فده كان يمكن برضو الافكار المهمة او المختلفة يعني انا انا شايف فعلا الفكرة هنا مش بتكلم على المبنى على قد ما فيه فعلا فكرة طرحت حاجة جديدة نقدر ناخدها في الاعتبار عن متى تمام اه يعني اعتبار خلصنا كلام شوية خدنا ايوان بداية اسمها من نخش شوية على النوع تاني للمباني طيب المشروع اللي جاي معنا والفكرة اللي جاي معنا ايوان في مبنى اسمه arc center for social justice leadership يعني اه هو نقدر ان المباني مش 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 كاميليار بالنسبة لنا يعني بس هي فكرة كلها بدن حاجة ان القضاء شامل وغيرها من القضايا اللي بتهم المجتمع يعني فكرة المشروع او فكرة اللي قامت بيها مبنى ان بدل ما الناس تتناقش في القضايا والافكار دي على ترابست الصفرة ولا على القهوة حتى هي او مكان بيجمع الكمبيونيتي في المكان ده وبيكلموا في بيتناقش وفي بيعملوا حواراتهم المجتمعية والحوارات الوطنية كلها فيه بعيس انهم يبقى اوى بس على نضيف شوية انا بس الضوط اجده او بحيس ان هم كلوا يباليهم مكان كده يجمعهم ويزيل الحوارة اللي ما بين الناس بخلافاتها انا فقول كده بكرة انت الفكرة قد عندك او فكرة الناس بتشارك اكيد اه طبعا احنا تكلمنا كتير يعني في اللي فاتت فمش عايزين نتكرر النقطة دي لكن فكرة مشاركة الناس عملية في الديزاين او عملية عامة تانية. ودي كافية حتى زيادة ان الناس كان بتبني فعلا. بتشارك في مرحلة. ويمكن يعني مش اول حد يعني من كده لان يمكن انا انا اه حسن فاتحي من برضو من الناس اللي كانت بتتكلم عن الموضوع ده كتير وازاي المجتمع يقدر يشارك وبحاجة تبعا لده ممكن اه يبقى فيه طبعا تقليل للتكاليف وان كل واحد يبقى عايز يبني بيت لنفسه فيقدر يبنيه بطرق طبيعية وطرق. وابد يحفظون الانتماء برضو للانتماء. انا 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 اللي عمل للمكان ده فانا جزء منه اه زي ما بتلمنا قبل كده. فدي كانت من الحاجات المهمة جدا كانت فكرة المبنة الرئيسية طبعا كانت آآ كانت فكرة او الشجر اللي موجود هناك. آآ طبعا هو المنطقة هناك مليانة عمارة عن غابة او كده. فكان فيه شجر كتير جدا فازاي هم ما يقدروا آآ طبعا هو الحتة دي شوان هم كانوا بيبنوا بيجيبوا جزوع الشجر دي ويقطعوها ويبدأوا يشكلوا بيها المبنى بتاعهم او اللي كانوا بيعيشوا فيها. فكان النقطة دي جات من هنا ان هي ازاي الشجر ده يقدر يقدروا يبنوا به آآ بتاع المبنى الخارجي. آآ وفي نفس الوقت يبقى فيه آآ نوع من المودرن وفي نفس الوقت كمان احنا عم فينا قدي الشبخ ده بيقيا مهيبه فقديه هو آآ حاجة سستينبل ان انا آآ احط الافكار دي في مبنى آآ ليه علاقة بالسوشيال جاستيس ومبنى ليه علاقة بال بالتفاعلات الانسانية وال والانتراكشن اللي بيحصل آآ ما بين الناس. ميني هو ده ده الحاجة اللي اثارت اهتمامي يعني حواليا المبنى ده وكان آآ كان بزرعة من المباني للشيقها يعني. فعلا اول اسم يعني اسم المبنى على المسمى يعني فكرة انت السوشيال جاستيس او ان العدالة الاجتماعية المساواة الاجتماعية. ان انت خلاص الناس كلها شاركت باديها في في عمل المبنى. كان من اول التصميم لحد ده حتى البونة عموا معاملوا في الناس تيجي تعمل لان التكنيج كمان بتاع البونة بسيط جدا. فكرة ان انت بتحط طوق بس انت بتعملوا عن بارة عن لوك زي شجرة صغيرة مقطوعة صغيرة مش كبيرة مش طويلة. ترى من ثقافة الناس في الحتة دي ان انا انا فعلا مش مش حاجي اعمل حاجة دخيلة عنهم. لقى اي حاجة اه تحسها وذين المكان نفسه. لكنها مولودة من المكان نفسه. او وليدة المكان بالمثيرية بتاعة المكان. بالثقافة بتاعة المكان. بالناس حتى انهم اصلا طلعين من المكان ده. فقدي هي حاجة اه يعني اجزاء كتير بقى يعني ففعلا دي كانت الفكرة الرئيسية المبهرة حوالين المبهرة. وقدي طبعا حاجة زي دي جدا يعني التكنيج ده بسيط جدا ومش خالص يعني حاجة اعتبر بداية جدا فكرة انت تحط شجر وتوسصها شبه بزبط. اه لكن قدي هي طبعا ان الخشب مادة طبيعية. اه زائد ان انت ممكن تعملها لو انت في يوم الايام المبنى مسلا انتحدث او هيتم استبداله وممكن يتعمل الريوز لكل الخشب ده. في الخشب اللي ممكن ان يحصل له اي مشاكل ممكن بيتشال ويعد تدويره ويركب مكانه اصلا لوك خشب نديد في نفس المكان. اه كل التكنيج دي حتى اتكلمت عنها انت. فبصراحة جانت فكرة ممتازة جدا. والشكل بتاعة مبنى كمان الجيومتري بتاعة مبنى. مختلف مختلف. اه اه يعني هو عمولة على السيسارك الاعتيادي فرضه. ودي كانت الفكر رأسي. بالضبط معولة على تراي اكسيا الجيومتري بيبص على تلت فيوهاد مختلفة. اه فكرة ان الفلور بلان نفسها بتوزيل الحواجز ما بين الناس التبطوات في المكان مفتوح. في اه في اماكن للاجتماعات. اماكن للكتشورز اماكن الوركشوبز. في فاير بلايس في نص منه على تراي اكسيا او بحاجة اشعاعي. اشعاعي. ففي ليه مركز وليه تلت اه اه ازرع يعني. في بيبقى في مركز لي فهم عن مركز ذي عبارة عن اه صنكن بلازا كده حلوة صغيرة يعني. وفيها فاير بلايس ومنه طبعا الاماكن اه في امريكا وفي شيكاغو الاماكن دي بتبقى بساعة. طبعا صحفة المكان ان هو غابضة دي حاجة ريليتت جدا يعني بالضبط فبصراحة المكان من اه معمريا وحتى بتاعته اه الابروتش بتاعك كان ممتاز جدا ومميز جدا. اه عندك ايضافات. لا اعتقد احنا تناولنا الافكار معظمها يمكن اه كانت افكار فعلا اه مهمة جدا ان احنا نقدر نتكلم عليها. ممكن المبنى اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده بقى. احنا هو يعني احنا مش هنتقل عليكم فيه كم اه فيه كم بكرة كده اخيرة ممكن نطرحها يعني اه عجبتنا من غير من غير كلام كثير عن مشاريع بتاعتها في اه في مبنى عجبنا جدا يا طرحته في اول المحاضرة حتى يعني في الاول خالص اه اسم فرد كاليومت ان الانفيرومنتال سنتر اه ده يعني زي سنتر في اماكن برضو تعليمية واللابس معامل وكده لألاقة بالانفيرومنتال ريسرش والتعليم والتسقيف بتاع الناس والسكولرز وكده اه الفكرة مميزة بعيدا عن كل ده فكرة مميزة في المبنى انه هو برضو بريليتد الفكرة اللي احنا قلنا نكلمنا عنها في الاول بتاعت مغاية فيه طيور كتير طيور مهاجرة في موسم مهاجرة في مشاكل دايما بتقابل في موسم مهاجرة الطيور ان انت الطيور ما بتميس الايزاز عن خصوصا لو الشفافة بتاعته عالية شوية ما هي بتبقس الإزاز عن الفراغ فهي بتطير في الإزاز بتخش في الإزاز وطبعا في الأغلب بتموت ففي طبعا ألاف الطيور بتموت في شكاو مثلا زاكرت في شكاو فيه آلاف الطيور بتموت في موسم الهجنب فهنا في المبنى ده هي عملت حاجة اسمها بيرد سكرين وده يعني تكنيك أعطاف المعروف في الماكن اللي بيحصل فيها للحاجات دي يعني بيرد سكرين عملتها في المبنى ده عملت زي اكستنشن المبنى خارجي زي وفي نفس الوقت عشان الطيور ما تخشش وطبعا في بتاع الواقع بتاعته هو إزاز فعشان الناس ما تخشش في ده تخبط في الإزاز وتموت فعملت زي مش مش متل كده شبكة شبكة معدنية خفيفة بحيث ان هي زي تعمل ايه طرد للطيور تعمل طرد للطيور اللي دخل على المكان ما ده لما تخش بتخبط في الإزاز ضبط وهي مش بزرف ارداء احنا محتاجين لسؤال هنا يعني انا مش عايز اقول دي مشاكل العالم اول او حاجة ولكن قد ايه اهتمت بتفصيلة زي دي يعني فعلا فكرة ان انا دلوقتي انا عديت مرحلة ان انا فعلا للانسان وللناس اللي حوليه في الفراغ العمراني لا انا بيه يا جود نيبر حتى للطيور اللي حوليه للحيوانات ازاي اه هيقلوهم اه بيئة ما تبقاش دخيلة على المكان بتاعهم اه ما تسببش في كارثة بشكل لي ايه يا جبسة بيئة لا الا ان انا زي ان قلت ايه في الاول الاخر يا سايكن اه ما هي كل كل حاجة فعلا احنا بنستخدمها للغرض وكل حاجة ليه فايدة معينة فالتفكير زي ده ايه هو يعني انت بتتطلع للتفاصيل دقيفة جدا ويمكن بيه كانت اكتر نقطة مهمة في مبنى زي ده حقيقي طيب اه اخ ينح م اتكلم معانها ومشروع沒 رضي اخضة على الجابتة الادابتيبة ويعني وبرضو نفس الناس الكمبت بتاع ان انت ده في المكان ريبالز ام او مكان بيه الناس بتنفر منه وان انت تعمله لغة الجزب او حاجة حاجة كويسة الناس تبدأ تحبها وتبدأ تصينها وتبدأ تحفظ عليها اه وهو ده اسم المشروع ده ادي المليناس كيشنا فاسيليتي. آآ مفروض ان هو بغرض تعليمي وريسرش وفي فاسيليتي للطلاب وكده. هو كان باور هاوس آآ زي مصنع ومؤلد الضوء. آآ فطبعا كان مهجور والمنطقة اللي حواليه كلها منووسة على على النهر برضو. والناس ما كانتش بتحب تروح هناك. بس دلوقتي هو يعني يدبر مكان مماز جدا وعمل يعني رابط الناس في الحتة دي. آآ بشكل حلو جدا والناس بدأت من بعد من المشروع بدأت تروح هناك وبتحب المكان جدا انت حيب تطوط في المكان جدا. فيعني برضو آآ من اما شاليا حبينا نذكرها يعني. يعني زبط ويمكن يمكن كانت من الحاجات الملفتة اوه ازاي ان الجيني آآ عملت للمكان نفسه. مش بس ان هي آآ قررت مسلا تهيضم المكان قررت ان هي تغير الطابع العان بتاع ده. بالعكس هي استخدمة الموجودة في الاستخدمة الموجودة حتى في بدأت اضافة مبنى آآ ولكن في نفس الوقت بنحس بارمني ما بين الحاجات دي كلها وبعضها. حتى زي اضافت زي كده كبير بيعادي من برى المبنى الجوة المبنى. آآ الناس تقدر تكونيكت ما بينها وبين الناس اللي قاعدة مسلا في الدور اللي تحت من خلال التراك ده. الناس تقدر استعملوا كجزء نية تنجري فيه. فبقى كده في زي زي ما بين بره وما بين المبنى وحسن المبنى حتى حافظ على الهوية بتاعته آآ ما تغيرش بشكل كبير آآ ودي حاجة من الحاجات المهمة قوي ان انا بقى عمل المبنى ده حيوفر لي حاجة زي كده حتوفر لي في جدا وفي نفس الوقت الحاجة اكيد في نقدر نشتغل عليه ونكمل عليه عشان المبنى آآ في الآخر يطلع بشكل كويس مش لازم ان انا اهدم الحاجة واعملها من الاول بالعكس اي حاجة في الدنيا لها اي حاجة آآ اقدر اكمل آآ عليها ويعني في النقطة دي ممكن برضو حمي بدي كريدت للبوليسي ميكرز في المشروع ده ان انت فكرة ان انت طبعا تقرر ان انت يبقى عندك آآ اصد زي ده او مبنى زي ده وما تهدموش فده برضو قرار ببقى لي آآ برضو محتاج بوليسي محتاج ان انت يبقى صاحب قرار انت واحب قرار ربز وليس صاحب ده يبقاش قرار الاركتكت الواحد وممكن اصلا ممكن اصلا القرار الاركتكت يبقى استشاري ميبقاش ملزب خالص ففجأة ان انت صاحب القرار قرار ان هو لأي حافز وان احنا ممكن عندنا المكان ده ونقدر نحافز على كيفها لقيف برضو حاجة نذكرها ونديها كريدت دي حية دي حية دي حية من يعني دي من نوعتي يمكننا في الديسكاشن حتى تكلموا عليه يا عبد حميز ان الام فكرة قد هي الاركتكت مش شغال لوحده ومش شغال بشكل منفصل مهم جدا ان الاركتكت اه بشكل ما يدني صورة عامة يدني صورة عامة كمان ان انا اقدر اخلي المكان ده بشكل مخايف لان فيها فكرة يعني فكرة ان بشكل كبير لو مش شخص معماري اه ممكن ما يبقاش فعلا نواصله قد ايه الحل ده ممكن يغير حاجات كتير ويبدأ يتطبق ففاكرة زي يقولون كده اللي بتحصل ما بين الاطراف المختلفة واقناع المعماري وقد ايه هو ليه دور في الجزء ده بالنسبة لصناع عن قرار وبالنسبة حتى اللي قموا ايضا اه اه صناع قرار في في مشاريع كتير اوي اديه وحاجة مهم اديه المعماري دوره مهم جدا في في النقطة دي يعني بالزبط بالزبط اه هي انا عبارة عن شبكة كبيرة يعني يعني نقدر نقول ان هو في كزا طرف فيه كتير فهي مش شخص معماري المشاريع المعمارة عموما بتبقى معقدة فيها ستيكولدرز كتير واذا احنا ده من يولنا المعماري هو المايسترو بس اندي مش دي دايما نحيق في كل هي حيق في كل الاحوال ده هو المالك بتاع مشاعر ديفيلبر ايه هو تبقى ايه هو ببقى انه هستوصى بفعل عرية ولو عنه بتواتبه معين هو بتبقى الفكرة كلها ديفيلبر في عطلة بالاوقات بيبقى اهمه الاول والخير يمكن الموني وايز يعني ده بتبقى الفكرة لكن في نفس الوقت اه لو حصل اه ان الفكرة بشكل مختلف الفكرة بشكل مختلف حيبقى فعلا فيه تغيير في التواتبه ده ويمكن لو فيه مشروع معينة يتعامل بشكل مختلف ليه لقى الفكرة التانيين يبدأ بقى فيه وعي بس احنا اعتقد كده علمينا في معظم تينا كل حكاً ربط وكانت قيلت جميلة يا حقيقة كانت الديسكوشن لطيفة جداً يمكن دي اول اول مرة نبقى في ديسكوشن كده وحيئنا زي ما تكلمنا ان جيني جانج من المعمالين احنا حتى من واحنا في كلية بنحب مشاريعها دايماً بنحاول نقرأ عنها بس كانت الديسكوشن دي مهمة لان مش دايماً كله بيتكثب على الويبسايدز مش مش دايماً كله تبتعرف تشوف انت بتحب تشوف برضه بعين غيرك يعني بزي يعني هو المعمالي اللي عام المشروع بقى ليه وجهة نظر ممكن حد يشوف المشروع ويقول وجهة نظر تاني يعني مابودة بزي مابودة غار الوراء كمان يعني دايماً اعرف يعني انا انا مقتنع جداً ان المعماري مش بس فكرة بلدنجز مش فكرة بس فكرة ان هو اه ديزاينر شاطر على اقدم هو اه المعمار متدخل قوي مع العلوم التاني علوم الاجتماع والسايكولوجي والانجينيرنج بدأفرع والانجينيرنج بدأفرع بدأفرع فقدي المعماري عليه مسئولية ان هو يبقى ملم بحدات كتير قوي فاجاني حقيقة من المعماريين اللي وانا بسمع لهم مش بس انا بسمع الاركتكت بيعمل مباني اهو انا بسمع لفكر معين او مجموعة ايديا ورا الاركتكتشر دي او ورا الحاجة اللي بتتعمل فدي كانت اكتر حاجة بصراحة اه تحب فعلا تسمعها وانا بصراحة اتمنى جدا يا اتمنى اتمنى الحاجات اللي زي كده تكتر ويا ريت اه 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 مش بس جامعات معينة لا يا ريت الموضوع ده ينتشر بشكل جديد لانه مفيد جدا مفيد جدا لينا كميونيتي في مصر اه اه مع ماري اه بنستفيد منه بنحاول نشوف ايه المشاكل نحاول نضبط الحلول اللي برا بينا بشكل ما بشكل يتلائم مع الثقافة بيتلائم مع البيئة اللي احنا فيها فبس يعني كانت كانت توكس اه توكس جميلة جدا يعني جدا انا اتنا بنشكركم ان انتم استحملتونا وان شاء الله تكونوا استفدتم حتى لو بمعلومة واحدة وانشوفكم ان شاء الله في حالة جهة من بودكاست الاستوديو سلامة اشتركوا في القناة